هزيمة جديدة للانقلابيين في جبهة المخدرة إلى الغرب من مارب حصيلة مرة حصدها أحدث هجوم نفذه الانقلابيون على المواقع التي يسيطر عليها الجيش الوطني في هذه الجبهة كان مقاتل الجيش الوطني في المرصاد صدوا هجوما عنيفا للميليشيا فتحول الدفاع إلى مكاسب عسكرية جديدة نجم عنها دحر الميليشيا الانقلابية من مناطق بئر الأعرج ومحزم الهاني وصفراء المحمل وطرف المديحة الشرقية والتباب المطلة على هذه المناطق العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا في هذه المواجهات التي اندلعت فجر الخميس من بينهم القيادية الميداني مبارك الهيال وأخوه طيران التحالف قدم إسناد كبير للجيش في معارك المخدرة الطيران استهدف عدة مواقع من بينها مركز لتجمع المسلحين في مدرسة الردماني التي حولتها الميليشيا إلى مركز لإدارة العمليات وتجميع المقاتلين وتخزين الأسلحة دحرناهم بعون الله وقدهم انتحارين قتلة نصير مع ذلك انتحار وهم قليل إن شاء الله وهذه أعمالهم الذي يصنعوها عشرات الألغام الأرضية عثر عليها الجيش في المناطق التي كانت ميليشيا المخلوع صالح والحوثي تسيطر عليها المهمة الراهنة تنصب على تفكيك هذه الألغام وفتح المسالك وإعادة الأمور إلى نصابها في هذا الجزء الهام من جبهة المخدرة معنويات عالية لدى أفراد الجيش الوطني الذين يتطلعون إلى استمرار دعم التحالف لعملياتهم في هذه الجبهة بما يسمح بتحريرها بشكل كامل من عناصر الميليشيا اشتركوا في القناة